اشتركوا في القناة في اياب دور ربع نهاي دوري ابطال افريقيا المباراة السبت 13 ابريل 2019 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وفلسطين الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والمباراة تقام على استاد برج العرب بالاسكندرية وتنقل المباراة قناة بنسبورت 2 وهذه المباراة خطفت عقول وقلوب الملايين من جماهير الاهلي على مدار الايام الماضية خصوصا بعد الهزيمة بخماسية نظيفة في مباراة الزهاب مما دفع الجماهير بمطالبة الفريق برد الاعتبار والثأر في مباراة العودة يوم السبت على برج العرب ويحتاج الاهلي في هذه المباراة لمعجزة كروية تتمثل في الفوز بخماسية نظيفة على الاقل واللجوء لضربات الجزاء او الفوز بسلسية نظيفة والتأهل وهو امر يبدو شفه مستحيل ولكن يتطلع النادي الاهلي لتحقيقه او حتى على الاقل رد الاعتبار وتحقيق فوز كبير يخرج به الاحمر من البطولة من الباب الكبير هذا وقد اعلن مرتل السرطي المدير الفني لفريق النادي الاهلي قائمة اللاعبين التي دخلت معسكر مغلق امس الخميس استعدادا لمواجهة ساندونز يوم السبت والتي ضمت كل من محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شغير حسام عشور أحمد فتحي أيمن أشرف رامي ربيع ياسر إبراهيم محمد هاني محمود وحيد حمدي فتحي عمر السلية علي معلول ناصر ماهر مروان محسن رمضان صبحي حسين الشحات وليد أزارو صلاح محسن محمد شريف وجونيور أجايي في النهاية بشكر حضرتكم ومشاهديننا ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة